كده احنا خلصنا الكولاية نبدأ بعد كده في قشر الرومان يعني ما معرفش بردو الكلام طالع مش مزبوط ليه الفايل اللي ما يحصل لأبلودينج على البرنامج في حاجات بتتغير خصوصا لو حروف عربية لكن البومجرانيت في قشر الرومان البومجرانيت من الدراجز اللي فيها الكارايدز برضو وفيها تنينز البومجرانيت الأورجن بتاعه دراجز ستم اندروت بارك بانيكا جراناتام فاميلي بانيكيسي بانيكا جراناتام فاميلي بانيكيسي ده المقصود بيه البارك وليس اللي هو الفروت يعني الرومان مش الفاكل اللي احنا بنا كلها لا ده المقصود بيه البارك بتاع النبات وده برضو لأسف مش موجود في المعملة محمد طب نشوف كده مجموعة الالكولايد اللي فيه فيه عندي ببريدين الكولايد زي ما تكلمنا بلكده على النيوكليوس سواء استم بارك او روت بارك هنا مقصود الالكولايد عبارة عن ببريدين الكولايد فيه عندي الاربع الكولايد دولة اساسيين لازم تعرفوا اللي هو البليترين والايزو بليترين والميثايل بليترين والسودو بليترين يبقى فيه اربع الكولايد بالاضافة للتنينج الالكولايد اسمائهم لازم يتعرفوا البليترين والايزو بليترين والميثايل بليترين والسودو بليترين طبعا بالاضافة للتنينج اليوزيس بتاعت هذا النبات انثل منتك انثل منتك يعني ايه؟ محمد صواط انثل منتك يعني ايه؟ تمام يا نبيله الله يفتح عليك طارد للديدان تمام تمام اللي يفتح عليكم يا شباب يبقى انثل منتك وخصوصا للتيب ورم يعني للديدان الشريطية احنا عارفين الديدان انواع فيه الديدان مستوانية والبوسية والشريطية هنا البيبوما جرانيت او باركت عرمان خاص بالتيب ورم اللي هو الديدان الشريطي طبعا لوجود التنين طبعا الانثل منتك اكشن داعي مخاطر الالكولايد مش التنين لان لو التنين بتطرط الديدان يبقى كنا اتكلمنا عن الشينا بتطرط الديدان والكلام ده مش صح يبقى هنا الاكشن بتاع الانثل منتك عشان خاضر مجموعة الكلويد البيليترين والايزوبيليترين والمي ثالي البيليترين والسودبيليترين تمام يا نبيل زي الكمالة الكمالة احنا قلنا عليها برضه انثل منتك لكن الاكشن بتاع التنين احنا قلنا قولنا قبل كده وهي مستاتيك هي إصطاك معنى موقف للنزيف في حالة الناس اللي بتنزف بسرعة، أو الناس اللي عندها الهموريد لأن الناس اللي عنده الهموريد غالباً في إذافيه نزيف الكميكل تس، أنا هنا عندي تنين وعندي الكالورود فالالكالورود كجينرال تس مع المير والتنميز كجنرال تست مع الفرك كله رأيت آخر بارك عندنا نبات اسمه الوايلد شيري بارك النبات ده يعني الفاعلة مرت علينا لكن هو نبات للأسف برضو مش موجود في المعمل النبات اسمه الوايلد شيري النبات ده اسمه براناس سيرترينة الأورجين بتاعه فاميلي روزيسي فاميلي روزيسي لسه مرت علينا في الكولايا الكولايا أو الكولاجا سابونايا فاميلي روزيسي لكن مع ان النبات ده نفس الفاميلي لكن المادة الفعالة مختلفة يعني النبات بتاع الكولايا كان فيه سابونينز هنا ما عنديش سابونينز عندي سيانوجينيك جلايكوسايدز أو ممكن نسميها سيانوفور جلايكوسايدز الاتنين صح يبقى فيه عندي سيانوجينيك جلايكوسايد أو سيانوفور جلايكوسايدز هذا الجلايكوسايد اسمه البروناسين البروناسين بيتكسر للشوغر بارت والنان شوغر بارت يبديني هايدروليسيانيك أسد بيتصعب طيب فيه اي تاني فيه عندي تنينز انا كاتف في ساينجيني الجليكوسايد برونيسين and برونيز انزيم دي كتبت البرونيز انزيم لاني وجود البرونيز انزيم ده هو اللي بيكسر ساينجينيك دايكوسايد ساينفور جليكوسايد للشوغر بارت والنان شوغر بارت والهايدروسيانيك أسد هذا النبات يستخدم فيه كسيداتف وليس اكس بيكتورانت بالاضافة طبعا للتنينز التنينز كأسترينجاد فيه تيست للساينجينيك دايكوسايد اسمه سوديان بكريت تيست لعندكم في الورق اللي معاكم يا شباب ولا لا نبيد فيه كيميكالتس للساينجينيك جليكوسايد ولا لا اللي هو الساينبكريت بيبر مش كده طيب بص يا شباب الكيميكالتس داي انا هشرحه لكم انا بجيب الانبوبة انبوبة اختبار وبحط فيها كمية من النبات اللي هو متوقع ان فيه ساينوفور جليكوسايد او ساينجينيك جليكوسايد على سبيل المثال انا هاخد هذا النبات الويل دي شريت هاخد حتة من النبات هبطعها وحطها في الانبوبة وحط عليها شوية مية وبعد كده بجيب فيلتر بيبر الفلتر بيبر دي بحطها في رئيجنت اسمه سوديم بيكريت السوديم بيكريت ده عبارة عن محلول لونه اصفر من البيكريكاسد والسوديم هيدروكسايد فلما حط الفلتر بيبر فيه فلتر بيبر بتاخد لونه اصفر حقيقة الفلتر بيبر دي لونه اصفر وسد بيها الانبوبة بتاعت الاختبار واستنى شوية او لو انا عايز اسرع الاختبار شوية تيست هحطه فيه ترباص مجرد بيحط الهايدروليسيز بهذا الجليكوسايد بيتكسر للشوغر بارت والنان شوغر بارت والنان شوغر بارت بيتديني جزء منه الهاتشي سي ان هاتش سي ان هايدروسيانيك اسد هايدروسيانيك اسد ده غاز يتصاعد لما يجي تصاعد لها الانبوبة مقفولة به السوديم بيكريت بيبر السوديم بيكريت بيبر اللون بتاحها اصفر حتتحول اللون الاحمر يبقى لو انا عندي نبات مش عارف فيه سيانو جينيكرايكوسايد هاعمل نفس الطريقة دي وحط برضو النبات وحط عليه نقطتين اسد يزود التفاعل يسرع التفاعل وحط الورقة اللي هي الفيكتر بيبر اللي هنا اصفر وحطها في الوطر باص لو الورقة تحولت لللون الاحمر او بيها فيها سبوتس اللون الاحمر معناها فيه هايدروسيانيك اسد تصاعد معناها النبات عندي فيه سيانو جينيكرايكوسايد لو فضلت الورقة صفرة زي ما هي معناها مفيش اتشي سي ان تصاعد يبقى النبات اللي عندي مفهوش السيانو جينيك او السيانو فور جيلايكوسايد خلاص يا شباب يبقى عرفنا ازاي اعمل كيميكال تيست ليه سواء قلتلك سيانو جينيكرايكوسايد او قلتلك بروناسين او قلتلك سيانو فور جيلايكوسايد كل دولة ليهم نفس الكيميكال تيست اللي هو سوديم بكريت تيست ماشي يا شباب طيب احنا كده بجي خلصنا ماشي يا نبي نعيد تاني باختصار الفيرتر كبير يا شباب اللي هي الورقة الترشيحي انا هحطها في السوديم بكريت رياجنت الرياجنت ده لونه اصفر فورقة الترشيح اللي انا حطيتها بتتحول للون الاصفر بجيب انبوبة اختبار اكسر فيها انه بقت لحيطة صغيرة وحطها في الموت الاختبار وحط عليها شوية مية او ممكن احط عليه مع المية نقطتين ثلاثة اسد واروح اكفل الانبوبة دي بالورقة اللي لونها الاصفر ولود الاسد او ولود المية او اللي انا حطيت في وطر باس بيبتدي الجيلايكوسايد اللي هنا يتكسر فبيتكسر لثلاث اجزاء الشوجر بارت الوحده ومنان شوجر بارت بيتكسر مرة تانية نتيجة تكسر المرة التانية بيديني اتش سي ان عارفين احنا هيدروكلوريك اسد اتش سي ال لا هنا اتش سي ان ده اسمه الهايدروسانيك اسد الهايدروسانيك اسد ده غازل فده تصاعد لما يجي تصاعد من الانبوبة يلاقي الانبوبة مكفولة به الورقة اللي لونها اصفر اللي هي الفينتر بيبر اللي هي سوديان بكريت يتفاعل الاتش سي ان مع سوديان بكريت ويحول الورقة من اللون الاصفر للون الاحمر يبقى لونا عملتوا الخطوات دي وللقيت الورقة الصفرة تحولت للون احمر معناها في اتش سي ان تصاعد معناها النباتة اللي عندي فيه سيانو جيني جيلايكوسايد عشان لما تكسر قداني الاتش سي ان طب الورقة فضلت صفرة زي ما هي معناها ما عنديش اتش سي ان تصاعد مع انها ما عنديش سانو فور جيليكوسايد في هذا النبات. ماشي يا نبيل? لا انا وص انا هحط يعني واحد مثلا سنتيمية واحد سنتيمتر مكعب مية. ممكن التجربة تتاخد وقت معك. انت عايز يسرع التجربة. حط النقطة انت يتأسد مع المية ما فيش مشكلة. انت بس بتخلي الميديم اسيدك. يعني هحط مية وهحط مقطين اسد. وحطها كل دون يسرعوا لي في التفاع اللي يخلوا ايه الهايدروليس يزيحصل بسرعة. كده بيحنا خلصنا الجزء بتاع البارك. هو سمسوديان بكريت. هناخد بعد كده يا شباب الانتروديكشن بتاعت الفلاور. ونتوقف المرة ان شاء الله ناخد بقيط الانتروديكشن. لاحظة شابس بعمل الفايل. لسه حسن ان شاء الله. نحن هنحاول بس يعني نزبط الامور بحيث ما يبقاش فيه تعارض ما بين المقاررات وبعضها. لان ممكن تلاقي برضو حد تاني حيقولك فيه كوز. فاحنا هنعمل يعني ترتيب بحيث ما بقاش عندك اكتر من يعني كوز في نفس اليوم. ربنا يا سهر ان شاء الله. اشتركوا في القناة هنبدأ لحباب جزء جديد اللي هو جزء الفلاور. الفلاور معها الزهور. زي ما اتكلمنا في مقدمة الليف ومقدمة الهرب ومقدمة البارك ومقدمة الفلاور. ان انا باخد الجزء من النبات اللي نسبة المادة الفعالة اللي فيه عالية. زي ما بعض النباتات المادة الفعالة مركزة في جزء البارك او فلان المادة الفعالة مركزة في جزء الفلاور. انا باخد الفلاور كبارت او كمين بارك في بين بارت فور بيديسنال يوز. طيب ده شكل الفلاور مع مثلا اللي انت تعرفها. لكن لو حبينا من ناحية العلمية نعرف يعنيه فلاور حنشوف الديفنيشن اللي عندنا ده. يعني الزهرة جزء خاص جدا من النبات بيختلف في الشكل بتاعه عن بقية النبات. يعني جزء يختلف عن الورقة يختلف عن الجزء وبتتكون من اكثر من جزء. يعني احنا عارفين ان الورقة شكلها سابت. الساق شكله سابت. لكن الزهرة نفسها هي نفسها بتتكون من اكثر من جزء جوه منها. هي خاصة ب استمرارية النبات. يعني استمرارية النبات. يعني الزهرة في مرحلة لاحقة بتديني الثمرة والبزرة. البزرة دي هي لما تزرع بتديك النبات مرة تانية. طبعا احنا عارفين ان زراعة النباتات باكثر من طريقة. احد الطرق زراعة النباتة عن طريق البزور. يعني النسبة للعزوة من النباتات بتزرع عن طريق البذور. وبالتالي وجود الزهرة اساسي لعدم انقراض هذا النبات. لو انت مصد كده على كل الخضرات والفارقة اللي انت بتشوفها. هاته الطماطم كده. هتلاقي لموسيكة الطماطم كده هتلاقي من ناحية كده فيها حطة خضرة اللي هي حطة الايدة اللي تمسكها منها. هتلاقي خمس حطة لونهم اخضر. هذا معنى ان الطماطمية دي اصلا قبل ما تتحول لطماطمية كانت زهرة. ولما حصل لها. وحصل لها نضج. اديتني الثمرة اللي هي الطماطم. لما تفتح الطماطمة هتلاقي جونيها البزور. تقس على هذا الخضرات والفارقة. هاته كده البسلة. افتحها كده هتلاقي جونيها بزور. يبقى اصلا البسلة دي وهي لسه مكفولة قبل ما تفتحها. دي عبارة كانت فلاور. وحصل تلقيح للفلاور. وحصل فرتوليزيشن. وحصل ماتيوريشن. وبعكاد حولت من زهرة لثمرة. ثمرة جوا منها البزرة اللي ما تزرحها تاني تحديك النبات مرة تانية. هتبقى الخيار البطيخ كل الانواع اللي انت في البيت عندك موجودة. هي دي عبارة عن ثمار بداخل منها بزور. من شئها الاساسي كانت زهرة. يبقى تاني ايه الظهور او ايه الفلاورز? هي عبارة عن خاصة في النبات. وظيفتها الاساسية عدم انقراض النبات. طيب ليها فايدة تاني من ناحية علم العققير? ان وجود الفلاورز اساسي في التعرف على النبات. يعني نحن كنا متكلمة على من الوالد بلانت والادوانتج والدس ادوانتج. كنا بنقول ان في بعض الاحيان تبقى النباتات شبه بعض. فمتعرفهمش من بعض نفس شكل الورقة نفس حجم الورقة نفس اللون بتاعها. لما كنا ناخد نبات من النباتات دي ونحب ليتعرف عليه. تبقى فيه صعوبة شديدة. حتى الناس المتخصصين في التعرف على النبات لو وديت لهم نبات يا كده يقولك هات لنبات فيه فلاور. عن طريق الفلاور اقدر اتعرف على النبات ووديك الاسم العلمي الاسم اللاتيني بتاع هذا النبات. يبقى من ناحية هي خاصة للنباتات عشان خطر عدم انقراضها. ومن ناحية التانية بتفيد في التعرف على النباتات المختلفة. طيب انا عندي زهرة. بتتكون من ايه? لان احنا عارفين الورقة كنا نتكلم على الشكل بتاعها. بس كنا بنفصل. طب المارجن بتاعها ايه? الايبكس بتاعها ايه? البيز بتاعتها ايه? لكن هي في الاخير حاجة واحدة. ورقة شجر. لكن هنا بالنسبة للزهرة? لأ. ده بتتكون من اكتر من جزء. اول جزء بسميه الكاليكس. عارفين ان ما تمسك الطمطمية وتلك تمسكها من الدراعة بتاعها كده? هتلاقي فيه خمس حتة لونهم اخضر. الطمطمية دي ثمرة. لما كانت زهرة الجزء اخضر ده هو اللي بيسميه الكأس او الكاليكس. طيب الحلقة الخيرية اسمها الكاليكس. اللي هي لونها اخضر. الحلقة اللي بعد منها اللي هي بتديد لون بتاع الفلاور. الفلاور او زهرة اللي لونها اصفل اللي لونها احمر ولا لونها ابيض. دي نتيجة الحلقة رقم اثنين اللي هي بسميها التويجي. اللي هي بتتكون من البتلات. يعني لو بصيت كده على الورد ولا الياسمين. اللي هول الابيض ده حبر عن الشكل بتاع البتلات. يبجي اول حرقة من الخارج. غالبا لونها اخضر. احنا بقول غالبا ليه? لان كل حاجة لها استثناء. يعني نقول مسلا اكتر من تسعين في المية. الكنة لونه اخضر. لكن هتلاقي فيه بعض السسناءات. بل لون بتاع الكيليكس زي لون البتلز بسلا. الحلقة الخارجية كيليكس. الحلقة اللي بعد منها ايه الكيليكس اللي هو الكأس. الوحدة بتاعته سبلة. يعني يعني الحلقة الخارجية خالص هي لون اخضر. لكن بتتكون من اربع حتة ولا خمس حتة. كل حتة نسميها سبلة. يبقى الحلقة الخارجية اسمها الكأس او الكيليكس. بتتكون من السبلات. وهي اللونها اخضر. الحلقة اللي بعد منها اللي هي بتدي اللون بتاع الظهرة. ولونها احمر. لونها اصفر. لونها فيولوت. اي حاجة. دي بسميها التويج. او الكورولا. الحلقة دي برضو ممكن تكون بتتكون من اجزاء. فكل جزء ميه بتلة. يبقى الكيليكس بيتكون من سبلز. والكورولا بتتكون من بيتلز. تمام يا حسن. والحلقة الخارجية الكيليكس اللي بعد منها الكورولا. اللي بعد منها حاجة اسمها الاندريثيوم. الاندريثيوم ده عبارة عن الميل اورجن. هو العضو الزاكري بتاع هذا النبات او هذي الفلاور. هنشوف احنا بتكون من ايه بعد كده. اخر جزء في السنتر. اللي هو الفيميل اورجن. الفيميل اورجن ده اللي هو بنسميه المتاع او الجاينيسيوم. تاني. يبقى انا عندي الكيليكس. يليها الكورولا. يليها الاندريثيوم. يليها الجاينيسيوم. طب كل مرتبطين بايه? مرتبطين بحاجة اسمها التخت او الريسيبتيكل. يعني في عندي الريسيبتيكل. الريسيبتيكل ده محطوط عليه الكيليكس والكورولا والاندريثيوم والجاينيسيوم. الريسيبتيكل ده او التخت هو اللي بيجي واصل بستوك صغير بسميه البيديسل واصل بيه الفرع بتاع النبات. يبقى انا عندي الكيليكس الكورولا الاندريثيوم الجاينيسيوم. طيب. الكيليكس انا قلت ممكن يتكون من اكتر من جزء كل الجزء بسميه سبلة او سبل. الوحدة بتاعة الكيليكس السبلز. الوحدة بتاعة الكورولا البيتلز او البتلة. الاندريثيوم او الميل او العضو الذكري برضو بيتكون من وحدات. كل واحدة منهم بسميها ستيمن. الفيميل اورجن او الملافع او العضو الانثوي بيتكون من وحدات كل واحدة بسميها طيب. الكيليكس والكورولا دول عبارة عن الطبقتين الخارجيتين وظيفتهم عمتا حماية الميل والفيميل اورجن وفي بعض الاحيان وظيفة الكورولا بتبقى جزب الحشرات. ليه? لان عشان خطر يحصل تكاثر في النبات لازم تنتقل حبوب اللقاح من العضو الذكري للانثوي. الاندريثيوم معناها الميل اورجن العضو الذكري. عشان تنتقل حبوب اللقاح من العضو الذكري للعضو الانثوي. ممكن تنتقل داخل للنبات. ممكن تنتقل من نبات للتاني. طبعا فيه طرق كثيرة لانتقال حبوب اللقاح من زهرة في شغيرة لزهرة في نبات تاني. احد طرق نقل حبوب اللقاح الحشرات. فالحشرات احد طرق الاتراكشن. الريحة بتاعة هذه الفلاور. والشكل الحلو بتاع البيتلز. لكن الكيليكس والكورولا ببيخشوش في موضوع التكاثر. يعني ملهمش علاقة في موضوع التكاثر بتاع النبات. عشان كده لابسميهم. freshmen. مش معناهم مش مهمين. لا. essential معناها. هل هي بتخشي في موضوع التكاثر ولا لا. الكيليكس والكورولا ملهمش دور في موضوع التكاثر. فحبقلوا عليهم non essential operator. لان فيه بعض النباتات حيتلاقي مفهش كيليكس. او كورولا. يبقى هما دولهم مش اساسي عشان كده بقول عليهم لكن العضو الذكري والعضو الانثار يسؤولين على التكاثر فبقول عليهم عشان كده انا كاتب لكن برضو النباتات ده بار عن بعض الغدد بتفرز اللي هو رحيق بتاع الزهرة اللي هي بتعمل جازب اللي يقرد بسميها نيكترز طيب هل كل الفلاورز فيها الكيكس والكرولة والاندريسيوم والجينيسيوم لا لو الارباعة دون موجودين بسمي الفلاور تيبيكال فلاور او كومبليت فلاور في بعض الاحيان الفلاور يبقى مفاش الكيلكس او مفاش الاندريسيوم يعني فيه جزء من الارباعة مش موجودين فبسميها انكومبليت فلاور يبقى مفاش الكيكس والاندريسيوم فيها كل اللي يارز كيلكس كرولة والاندريسيوم جينيسيوم وفيه انكومبليت فلاور وفيه حاجة منهم مش موجودة ادي شكل الفلاور يا شباب نبص كده ناخدها من الخارج للداخل انا هعملها لك بلون الاحمر ادي الطبقة الخارجية تتكون من سبل اللي هو لون الاخضر ده الطبقة بعد كده اللي لونه احمر ادي هو البيتلز الحلقة اللي بعد كده حلقة الاندريسيوم الاندريسيوم هي خليها بس بلون الاصفر ايه هي كل دي زي العصيان دي كل دي اندريسيوم فيه اه زي ما احنا شايفين كل دي عبارة عن الاندريسيوم اللي هي زي العصايا كده وفيها حتة تخينة من فوق دي الاندريسيوم الحتة تخينة بالعصايا على بعض كده بسميها ستيمن يبقى الاندريسيوم ده هو المين اورجان يتكون من الله يفتح عليك يا محمد زي عصاة الجول في كده بسي على فكرة بتختلف من نبات للتاني يعني فيه لبعض النباتات هتاجي الشكل بتاعها متغير يمكن هنا شكلها كده زي عصاية الجول في فعلا كل واحدة من عصاية الجول في دي بسميها ستيمن لكن زي ما انت شايف هي عصاية الجول في دي لها حتة تخينة من فوق والعصايا نفسها فبسمي الحتة تخينة دي الانثر والعصايا نفسها بسميها فيلمنت طيب الجزء اللي في السنتر بسميه الجينيسيام الجينيسيام او الكاربلز اللي هي كده هوا باللون الابيض انا بحاول ده ما سميه الجينيسيام وانا بقولت الجينيسيام بتكون من كاربلز يعني ممكن تكون اللون انا عاملها بلون ابيضة محمد طيب نحاول نعملها بلون اصفر طيب نعملها بلون اصفر كمان طيب اهو الدولة اللص دي انا حاولتها مرة تانية بلون الاصفر ده عبارة عن الجينيسيام او الفيميل اورجان وده بتتكون من واحدة اسمها كاربلز يعني زي ما انت شايف كده اللي قدام منك نسمع الكاربلة ممكن تكون اكتر من واحدة من دولة وبعد كده الكاربل نفسها بتتكون من ثلاث اجزاء الجزء الاولاني اللي هو الفوق خالص ده نمسح بس الجزء اللي فوق ده او يفتح عليك عسر ده بسي الاستجما والجزء المنتفخ تحت خالص ده بسسميه الاوفي او المبيض الانبوبة اللي وصلة ما بين الاتنين بسميها الاستايل يبقى انا عندي كده الفلاور بتتكون من كينيكس الوحدة بتاعته سيبنز يليها الكورولا الوحدة بتاعتها البيتنز يليها الانديثيام الوحدة بتاعتها الستيمنز وبعد كده الجينيسيام الوحدة بتاعتها الكاربل عبنشوف الصواة دي كده دي فلاور يبقى الجزء الاخضر ده اهو الجزء الاخضر ده ده هو ده الكيليكس والجزء الاحمر ده الكورولا الجزء ده هو ده اللي بسميه الريسيبتيكل او التخت التخت ده عبارة عن الجزء المنتفخ اللي شايل الزهرة كلها بكل الطبقات بتاعتها الجزء ده بسميه بيديسل بيديسل يعني ستوك يعني زي العنق بتاع الورقة كده ده هو عن العصايا اللي بتشيل الفلاور وواصلة بها بالنبات نشوف صورة كده لبعض النباتات التانية ادي النبات اللي هو ناحية الشمال نبص كده ادي عندي الكيليكس تلاتة وحدات وبعد كده الجزء الابيض ده تلاتة من البيتلز وبعد كده في السنترل بارت الاندريسيوم وبعد كده الجينيسيوم لو بصيت للصورة الناحية اليمين هتلاقي البيتلز اربعة يعني عشانا بس لديك فكرة ان مش كل الظهور زي بعض في بعض الظهور هتلاقي الكيليكس تلاتة في بعض منها هتلاقيها اربعة كل واحدة من دول لها اسم يعني الربعية لها اسم والسلاسية لها اسم لكن احنا مش هنخش بالتفاصيل اكثر طيب كده شفنا الكيليكس والكورولا نبصر على الاندريسيوم الاندريسيوم او العضو الذكري بيتكون من ستيمنز الوحدة بتاعته ستيمنز بيتكون من العصايا دي هي الفيلمينت زي ما انت شايف يستحم هو اللي هلون اخضر وبعد كده الانثر اللي هو فوق دي يبقى ده ده الانثر وطبعا بتاعته اكثر من شكل وده الفيلمينت طيب في التفاصيل الاندريسيوم وان تو او مور وورد وف ستيمنز يعني يعني انا بقول الكيليكس بتتكون من سيبلز الكورولا بتتكون من بيتلز غالبا السيبلز ليهر واحدة يعني يعني طبقة واحدة بس من اللون الاخضر ده الكورولا ممكن تكون طبقة او اكثر زي ما احنا شفنا في الصورة اللي فاتت ارجع لكم الصورة التالي لو بصيت كده هتلاقي البيتلز اربعة بس هنا تلاتة بس لكن لو شفت الصورة دي كل دي بيتلز معناها ان البيتلز هنا اكتر من صف الاندريسيوم نفس الحكاية المين اورجان ممكن يكون ليير واحدة او اتنين او اكثر يعني تيجي تبصك على الظهرة من فوق تلاقي جزء العضو الذكري عامل حلقة واحدة في بعض الحال يبقى عامل حلقتين في بعض الاحيان بيبقى عديد يعني في النبات زي القروفل ان شاء الله لما ناخده في المعمل نقول عليها اندفينت استيمين يعني اندفينت استيمين يعني عدد الاستيمينز عدد لا يعد كثير جدا لكن في بعض النباتات ممكن يكون حلقة واحدة بس بعد البيتلز في بعض النباتات يبقى حلقتين وهكذا على حسب نوع النبات هي تتكون من الفيلمنت والانصر زي ما احنا اخذنا فيه الصورة اللي جابلي كده نبص كده على الصورة دي طبعا مختلفة عن مضرب الجولف صوات نبص كده خليها بلون الاصفر بص كده ادي الجزء ده ادي اللي بلون الاصفر ده اللي هو الانصر واللي بلون الاحمر ده ده برعا الفيلمنت الانصر اللي فوق ده يبقى متكون من جزءين الجزءين دولة جوه منهم حجز الحجرات دي فيها كل اللقاح انا اجيب لكم صورة تانية احطى اضع لكم الكلام ده يبقى الانصر ديفايد انتو تو انصر لوب يعني مصين بحاجز ما الكنيكتب والانصر لوب اللي هما انتو انصر لوب ايوه طبعا يا شباب اختلاف النباتات بيديك اختلاف شكل الازهار الانصر بس ممكن يكون شكل مختلف زي ما احنا نقول في بعض الاحيان بيبقى الانصر ده مثلا على سبيل المثال مثلا خمسة خمسة منفصلين يعني كل واحدة لوحدها ممكن يكون الخمسة متحدين ممكن يكون ستة ممكن يكون تلاتة وتلاتة وهكذا تختلف من النبات للتاني الانصر ده اهميته ان فيه حاجز ما يعني ايه البولنساك يعني اصلا فائدة الميل اورجن ده ان فيه حبوب اللقاح اللي هي لما تعمل التلقيح تحول الفلاورد بعد كده للثمرة وللبزور حبوب اللقاح ده موجودة داخل حاجز ما البولنساك هنشوفها في الصور اللي بعد كده يبقى انا عندي الفيلمنت كل شغلانته او الفانكشم بتاعة الفيلمنت انها شايلة الانصر بس ليه؟ عشان الانصر يبقى عالي في مستوى اعلى يقدر يلحقح الفيلمنت فالفاينة الفيلمنت انه هو شايلة الانصر لكن الانصر هو المهم اللي ان جوه منه حبوب اللقاح اللي هي بتاع من عملية التلقيح الانصر ده يتكون من جزئين كنت سميه الانصر لوب الجزئين دولة كل جزء منهم عبارة عن حجرتين الحجرة دي بسميها البولنساك اللي هي فيها البولنساك هنشوف الكلام ده في الشريحة يبقى ادي الانصر اللي احنا قلنا عليها ادي وانت خدت الانصر وخدت فيه قطاع عرضي طيب نشوف الصور اللي بعديها ونرجع للجه ثاني بص اتبقى بالصورة دي اللي هي بالالكتروم مايكروسكوب اللي هي الصورة دي بص ده هتلاقي هي عبارة عن نصين النص الاولاني اها ده النص اللي انا حاورته باللون الاحمر والنص التاني اللي هو الناحية التانية ده اللي بسميهم الانصر لوب احنا قلنا كل انصر بتكون من اتنين انصر لوب طيب لو اخدنا الاحمر او دائر الحمر دي هتلاقي في النص كده في خط هنا ها زي ما انت شايف اهو الخط ده هو اللي جاسم كل انصر لوب لنصين كل نص بسميه البولين ساك اللي فيها البولين جرين طيب انا لو اخدت خطاع عرضي خطاع عرضي يعني يعني انا هاخد خط كده هو وبص عليها من فوق هشوف الشكل ده اهو ده لنا خط قطاع عرضي في الانصر طيب فين هنا الانصر لوب فين البولين ساك ادي نبص كده اشوف لا انا مش عارف طيب نشيدها لا مش هتم فادي خلينا في اليدوي احسن لو جينا من هنا ها دي كده واحدة من الانصر لوب وادي الانصر لوب التانية المسافة اللي وصلة ما بين الاتنين دي لنحعملها باللون الاصفر مش واضح اللون الاصفر نشوف اللون الاسود اللي وصل ما بين الاتنين ده هو ده اللي بسميه الكنكتف اهو اللي انا منظللهم باللون الاحمر دول عبارة عن الانصر لوب الانصر لوب الانصر لوب وصلين مع بعض بحاجة اسمها الكنكتف كل انصر لوب من دولة تتكون من بولين ساك ادي بولين ساك ايه اللي باللون الاسود ايه وادي بولين ساك يبقى فيها عندي لكل انصر اربعة بولين ساك البولين ساك ده هي اللي فيها البولين جرين او حجوب في اللقاح طب ايه البولين جرين عبارة عن يعني يعني هي عبارة عن بودرة نعمة جدا الحجم بتاعها ممكن يبقى حوالي مثلا انه خمسة مايكرون عشرة مايكرون مايجيتش عن كده اه في اكبر لكن احنا بيشوفها تحت الميكروسكوب في بعض منها بيشوفها بقوة عشر في بعض منها بيشوفها بقوة اربعين عشان يشوفها هذه البولين جرين بتروح من ظهر للتا عن طريق ان البولين ساك دي بتتفتح يعني البولين ساك اللي هي الحجرة المقفولة دي بيحصل سبلتنج والبولين جرين دي تبقى فيه فتنتخل من فلاور للتانية ممكن حجم بتاعها هيوصل لمتين مايكرون يعني ميتين مايكرون يعني لو انت عندك واحد ملي متر على المسترة مسلا واحد ملي متر الواحد سنتي عشرة ملي الواحد ملي حط خمسة من البولين جرين جنب بعض يدوك الواحد ملي دي هي لو الحجم بتاعها ميتين مايكرون لكن في بعض منها صغير جدا يا ساك الى خمسة مايكرون عايز لك متين تحطهم جنب بعض صف واحد عشان يديك واحد ميلي متر. فالحجم بتاعها صغير جدا. البولنجرين دي ليها جدار داخلي وجدار خارجي. الجدار الخارجي بسميه والجدار الداخلي بسميه الانتين. يبقى في عندي وفي عندي انتين. نشوف الصورة التانية اللي بعد كده اللي فيها شكل البولنجرين والبولنساك. نبوص يا شباب ادي الصورة اللي احنا شفناها من شوية ادي اللي هي ناحية الشمال. ده عبارة عن الانصر وهو ما زال لسه مكفول. نبوص الصورة لناحية اليمين. ادي البولنساك ابتدت تتفتح والبولنجرين بروح تطلع من الفتحة دي. تروح على الميسم او على وتحصل عملية التلقيع. الصورة بالاترو مايكروسكوب كل دائرة من الدائرة الصغيرة دي هي واحدة من حبوب اللقاح. طيب لو خدنا صورة وتكبرنا فيها حبوب اللقاح حدان لك بالشكل ده. الشكل ده عبارة عن انواع مختلفة من البولنجرين زي ما انت شايف في شكل بيبقى ناعم بولنجرينز اه. بولنجرينز حبوب اللقاح. الشكل بتاعها ممكن يكون مدور ممكن يكون مسلس ممكن يسافس بتاعها او السطح بتاعها اه ناعم سموس ممكن السطح بتاعها خشن ممكن يكون سبايني عام زي الاشواك. وهكزا. واختلاف النباتات بتختلف البولنجرينز. طيب يا شباب احنا هنخلي الجينيسيام المرة اللي جاية. سطحها الخارجي ايو يا حسن اسمه اكزين. والسطح الداخلي اسمه انتين. الجينيسيام او الفيمير اورجان هنخليه المرة اللي جاية لانه محتاج اكثر من الخمس دقائق اللي فاضلين. في اي حد الشباب عند سؤال? في اي حد عند سؤال يا شباب?